وجه الرئيس حفظ الفتاح السيسي الحكومة ببدل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل واحتواء أكبر قدر من تدعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية وخلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء ووزير المالية اطلع السيد الرئيس على تطورات الوضع الاقتصادي العام وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق والحد من التضخم وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلية خلال الاجتماع وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه وذلك اعتبارا من الأول من الشهر القادم وتتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوحوا ما بين 1100 و1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفية و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين وبحد أدنى 150 جنيه وتكلفة اجمالية 11 مليار جنيه وصرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيه لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة بلغت 37.5 مليار جنيه وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريد والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي تتروح ما بين 325 جنيه إلى 475 جنيه 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريد تتروح من 250 جنيه إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية وزيادة تصل إلى 100% في بدل الصهر والمبيد كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعملين بالجهات الإدارية الأخرى شملت الحزمة الاجتماعية والتي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي 15% زيادة في المعاشات إلى 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه و15% زيادة في معاشات تكافل وقرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه لتصبح بذلك الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وقرامة في العام المالي 2024-2025 تتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه وبتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه ترجمة نانسي قنقر